صباح النور. صباح النور هيفا صباح خير ناس كل اللي اسمعوا فينا كي ما خلت انت اليوم دورتنا بشكول ما بين تونس لبنان شوية المغرب مش نعم نحاولو جولة على اغرب الاخبار اللي كانوا تراند على مواقع التواصل الاجتماعي بش نبداو باللوكار نبداو بتونس و بش نحكيو على الفنان التونسي واهبي برحومة وين الجمع اللي فات هبت غنية لغنية اسمه احنا شنوة. دونك لغنية ذاك انت تفكر هيفا اثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الكلمات تمتع لغنية و بسبب المشاهد اللي كانت حاضرة في الكليب هات خلنا نتذكر شوية الكستريم بعدي نكملو نحكيو في الموضوع. كيزا ما بش ينسى الهموم هذي كانت كلمات الاغنية البعض اعتبروها كلمات جريئة ما تتمشيش مع المجتمع التونسي كيف كيف بعض المشاهد زادة كيف كيف من العباد اعتبروا المشاهد اللي موجودة في الكليب جريئة. هذيك عليش خمس ايام التالي اللي كليب تم فسخوا من اليوتوب هاذا حسب الكلام اللي نشره واهبي برحوم على الكون تنستاقرام متاعو. لكن البارح صارت تطورات والاغنية رجعت عشان يوتوب متع واهبي برحومة الاغنية البارح تقريبا يعني الفيو نحكيو من اول الاغنية خطر كي ترجع الاغنية يرجع الفيو من اول ما حبطت فيه الاغنية. 120 ألف مشاهدة على الشيان يوتيوب وهبي برحومة لغناية ذاية لتعامل الفاعة مع الموزع والموسيقى التونسي حمدي المهيري لغناية عملت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي كما قتلك بسبب المشاهد المشاهد اللي شرفنا فيهم نساء متنقبات كانوا في الكليب كيف شرفنا الممثل التونسي مراد بالنافلة كان في مشهد فيها بانو برش عباد اعتبروا أن المشاهد متاع المنطقبات فيه يساء للمرأة التونسية هو ساعة سينالية معناها الفيديو قبل مهبطة ولا شنو ليسال هو الفيديو هبطت هيفا لكن بعدك عالعباد اللي اعتبروا أنه ووالا دونك بعد مهبط العباد عملت سينال سينالي بعد مهبط دونك يكمل هي المتاع السينال وبعد يعني كي تعمل سينال للكليب دونك تحط عليه مي قباش عباد حطوا أنه يعني التصور اللي موجودين متاع نسي فيهم يساء للمرأة وذك عليش يعني هذا ما يتماشيش مع المحتوى متاع اليوتيوب ورجعت الغنية دونك الغنية رجعت وكي ما قد لك حبيلك يعني حتى اللي فيو متاحة اللي ملول رجعه وما بيده اي هو كن ام قبل ما يكون مغني اعلي من الذكي كان منشط اذاعي منشط اذاعي وهابط اغنية قبل زيدة يسير عرجير يسير عرجير وعمل زيدة يا العماري ربريز الغنية دونك هو قاعد يعم في ذجة ذجة اعلمية حتى من خلال العناوين اللي قاعد يهبط فيهم في كليباته هيدا بالنسبة للفيديو كليب نعاش تتفرج فيه ولا ليه احنا ما نسمع نهيش الغنية الحق على اه ديوين اف ام اه اذا من الاختيارات الموسيقية منعش اذا كان يتم بثها عنا ما نعرش ما نتخيش موش برنيمش فاميليا المهم لاي مش حتى في برامج اخرى اي هو الكلامي نجم يقول لك هو عادي انت ونية المستمع لكن فما بعض الكلام ما يتعديش على خاطر نعرفه اللي برشة عائلية قاعدين يسمعوا يعني كيما كيما ليغا بغ اه ما تنجمش تعدي في ميديا مينستريم تعدي معناها غنية متاع راب اه فيها كليم ما يتسمعش اكيد اوك على اليوتيوب ويعمل ملايين المشاهدة مع هذره هو بالنسبة للناس اللي تسمع ونقضوا في تونس المراذية مع هي اعلامية من السنوي تاكل الياش اه نحكيو عالاعلامية بيا زردي بش نحكيو على قضية هيفا ترجع بين العام ملفين وتسعتاش وكلنا نتفكروا اللي سار مبينا الاعلامية بيا زردي مغني الراب كليم بي بي جي دونك كليش بدي في بلاتو اللي بعد وقتا كنت تفكروا معجع في الجسم وبعد كالحكاية تطورت في غنية هبطها كليم بي بي جي على الشين يوتيوب متاع ولكن خلينا نتفكروا القضية كيفاش بديت في بلاتو جديد اه اللي بعده على قناة الحوار التونسي. دونك الخليف اللي كان بناتهم في بلاتو اللي بعده بسبب زعيم الراحل الحبيب بورجيبا. دونك مباديكا صارت اه كلاشات على موقع التواصل الاجتماعي على انستغرام. وفي الموزيكة. وفي الموزيكة دونك كلي بي بي جي هبط اغنية يكلاشي فيها بيا زردي بطريقة مباشرة. من بعد اه بيا زردي رفعت قضية والسبب امتاحها الاسائة للغير عبر شبكات الاتصال والقاذف العلني والتهديد بما يوجب عقاب جنائي كانت هذي قضية اللي رفعتها بيا زردي ضد مغاني الراب كلاي بي بي جي. دونك صار حكم ابتدائي سبعة شهور سجن وتعويض بقيمة عشرين الف دينار بيا زردي وبعدكا صار الحكم الاستنافي. البارح في مسجد وتطورات في القضية هايفا والهبط والاخبار اللي هبط في موقع سريحة كون الدائرة الجنائية بمحكمة الاستناف بتونس نظرت في القضية وحدت يوم غورة جوان هو الموعد النهائي للتصريح بالحكم في خصوص القضية اللي رفعتها بيا زردي بمغاني الراب كلاي بي بي جي وقتها كانت تتفكر زاد هايفا انه برشا فنانين ضامنوا مع كلاي ما ضامنوش مع بيا زردي بالعكس انه كيف كيف زادة فلما اعلاميين ومناشطين ودي كونيكور مع بيا زردي في قناة الحوار التونسي ضامنوا معها. البارح بيا زردي ما رجعت حتى شيء على الكونت انستغرام تاحه ونعرف المحامين تاح هو المتكلف بالقضية احمد بن حسينة لكن مغاني الراب كلاي بي بي جي كان الرد بتاعه على انستغرام تاعه هبت ستوري قال فيها حرفيا في جرة الراب اللي وقفناه في المحاكم اكثر من اللي وقفناه سيوخسين المغروم يجدد والعشاق على برا وكل ما تصعب تحلى وتصير احلى واحلى. طوك هذا كان الرد متاع كلاي بي بي جي في انتظار انه الحكم النهائي كما قلنا مش يكون يوم غورة جوان. اه تحتية نهار الاربعة. نهار الاربعة. واحنا عاد نهار الخميس اخر اه حلقة الغضيفو بتاعنا في الجماعة اذي بشوفوا اشنو ردود الافعال وكيفش يتفعلوا الفنانين مع الموضوع هذي من جدل تونسي نمشيو لجدل اه خنقولو مغربي لبناني. والاغنية الحادث كما هكي عنو عنو نتها الصحف العربية والمغربية نحكيو من اول دقيقة سعد لمجرد وإليسا لاغنية اللي في جمعتين اكثر من خمسين مليون مشاهدة. دونك بعد الحملات برشا كيف كيف اه طالبوا بايقاف اه لغنية بسبب القضايا اللي قاعد يواجه فيها سعد لمجرد. وبرشا عباد اه ليسا قالوا لكيفش تدافع المرأة وتغني مع فنان فيه اه عنده شبهات وتهم قضائية. تتذكر ايليسا في وقت من الوقات اه حابت تكون يا وزيرة ثقافة يا وزيرة المرأة. ولا. معناها والاسرة في لبنان لهنية مجيش اه تكون عندك موقف من نوع هذي مع وقف كبيرة برشا في الاعليم وكيفش تناصر حتى في حاجة معينة النظمية انتي تكون هكا الوجه الاعليمي بتاعهم او من بعد يصير الجيو هذي الفيتورينج هذا. وخاصة انه برشا يلقبوها بفنانة الاحساس والاحساس ديما يكون مرتبط بالمرأة كي نحكيه على اغاني برشا رومانسية هبتتهم اليسا تناصر فيها من القضايا المرأة ديما تنتصر للمرأة. اش جيد كيف كيف حاملة اخرى قاعدين يشنوا فيها لفانم بتاع سعد رمضان الفنان اللبناني بتهمة سريقة لحن الاغنية نحنا بش نحاول ونسمع ونفهم وكيفش صارت الاكستري نسمع الاكستري لليلي مغنية من اول دقيقة ساعد لمجرده اليسا. الفنان اللبناني ساعد رمضان ما وقفوش حتى الاني مشيوا لتصاولي تهبط فيهم اليسا وساعد لمجرد على الانستغرام ويحطوا في دي زاشتاغ على الكومنتير متاع تصاوري يقولوا انه اللحن مسروق للحن اللي يعني ادعاء لفانم بتاع ساعد رمضان هو مسوخ لغنية شو محسودين نسمو اكستري نحنا نحن 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 في الجملة للموسيقية تقريبا يبيض ها؟ ها الجملة واللحن تقريبا هما بيدهم اما برش عبيت قالوا يعني تصير يعني صدفة وصارت في اكثر من اغنية مان صدفة ما نصورش هي الاحاكاية صدفة على خاطر نفس اللحن بزوز اغنيات ضربوا المشكلة فيش انو مزوز اغنيات يعني اللحن الجملة هذى قعد تدور برشا على تيك توك والانستاغرام برشا بيت كما قلت خاعدين يهبطوا في أشتاغ اللحن مسروقة على غير تصور إليسا وساعد المجرد نفكروا لي ساعد المجرد قاعد يعني مش يدخل التاريخ نتصور اليوم ولا غضوة بغنية المعلم لي وصلت تسعمية وتسعة وتسعين مليون قريب مش تعمل مليار وهكا يكون أول فنان عربي من سن في الذكور يوصل للمليار خاطر نتفكروا أنه نورة فتحي هي الفنانة المغربية اللي تعيش في الهند هي اللي عملت مليار قبل على اليوتيوب كيف كيف زادة عنا في تونس بلتي كنا نعرف وغنية يليلي اللي تجاوزت 700 مليون عليش لي زادة تونسا ما يعملوش حملة نحكيوا عليه ستا العبيد المؤثرين على موقع التواصل الاجتماع عليش ما يكونش بلتي أو الفنان تونسي يدخل للتاريخ ويوصل وتوصل غنية يليلي اللي كسرت الدنيا والدرجمة للمليار للمليار هو ساعد المجرد ويوصل للمليار خاطر غنيةه عندها تقريبا 7 سنين لكن بلتي في 4 سنين عمل أكثر من 700 مليون مشاهدة هو رقم حطم به الأرقام القياسية وموجود حتى اللي ست دي جي قاعدين يخذوا منه معناها الغرفان ولا يخذوا منه جوال موسيقية يعملوا منه للايناب وتوف معناها خدنا مزينا خادة لليوم وقاعدت تترجم الأكثر من لغة ويغنيوا فيها في موقع التواصل الى شفة تليف إزبرشة فنانية شحيح فنانة القاديرة السورية ذكرني بها باسمها منيل واصف مونا واصف في برنامج في واحدة من البرامج وغنيتها نانسي عجرم أيضا قتلك ابنتها هو اللي علمو هيلها ونانسي عجرم هالي فشنخدمو بها اليوم نكملوا بنانسي عجرم هايفا ونحتفل تبعيد ميلادها بطريقة خاصة لذلك نحن نتابع المشاهد على موقع التواصل الاجتماعي يكونوا بطريقة مختلفة كسو سواء يعني يمشيوا يحتفلوا فيات ولا مع العائلة وهذا اللي معطيت بهم الفنانين ولا لما تكون في احد الفضاء الخاصة لكن نانسي عجرم نهار 16 ماي احتفلت بعيد ميلادها بطريقة خاصة العبادة اللي يتفرجوا فينا طوي ناجموا يشوفوا الفيديو ويفهموا فيش قاعدين نحكي ونانسي عجرم كانت عملت لوك تنكري بدلت شوية لون وجهة عملت تتواج عملت شعرها بوكلة وخرجت للشارع في لبنان كما قد تشوفتها في الفيديو والعبادة اللي يتفرجوا فينا على الفيسبوك العبادة اللي في الشارع فما العقلها فما اللي يقول هي ولا مش هي نسمها كسر زغي العبادة اللي كان يشوفوا فيها في الشارع قاعدة الدور تعمل في دورها على المطور كيف كيف مشت العطار شريت حاجة بعشراليف وبرش عبادة قالوا شنية الحاجة اللي شريتها نانسي عجرم بعشراليف في لبنان دونك عملت دورها في الشارع برش عبادة يقولوا هي مش هي فما شكون سلم عليها وخاليا لكن في الاخر هي نحات البرو والعبادة تعرفوا عليها وبرشة جايوا سلموا عليها وقالوا لها جوايو زاني بايخ سيخ كيف كيف مفكروا لنانسي عجرم تحتها في البعيد ميلادها التسعة وثلاثين دونك المرة هذي ما حتفلتش بي مع ابناتها في الدار وزوجها الطبيب لكن المرة هذي حتفلت بي في الشارع مع الفان متاحها اللقطة هذي متعودين بها في العالم مش في العالم العربي كنا نتفكروا آآ كيفاش اخرج في التران ووقتها في مغيال ووقتها غنى وكيف كيف كيف زادا ناويل الزغبي ووقتها عمد فومي دابل عمد لنا كيف مانا دونك بولا في الشارع اللقطة زادا شفنا برشة فنانين يعملوا يخرجوا يتنكروا يغنيوا في الشارع ويعرفوا اس كل اللي فانم تاحهم مش يعرفوهم ولا لي دونك اللقطة يسلم زيانة احتفلت بيها عملها قبل في وقت البرامج التلفازية عملها في شارع هي في اطار اشهر عملها بلتي دونك في شارع الحبيب بورقيبة كيف كيف عملتها زازا في اطار حضورة في احد البرامج التلفازية آآ دونك اللقطة هذي ياسر مزيانة والعبيت زادا اعجبوا بها على موقع التواصل بفكرة انا اشرف حبيت نقول لك رو ننسي عاجل وحكيت عليها قبلها شوية رو معناها رفت كيفية شكل جديد جديد تلقاه دي ما معانا زاد على دي وينا في برنامج فاميليا ذكرتني بعمرها اللي هو تسعة وتليفية ليه بعيد عليها هيفا وهبي هيفا وهبي توا حاجة اخرى فوق الخمسين توا وما يظهرش عليهم اكيد باو حكينا احنا كيفاش الغنيات قاعدين يعملوا ميكس بنايتهم ولا يتتسرق الغنية ولا ما تتسرقش الغنية اللي قاعدة تضرب طوى من جديد ارمام بالغرام لو كانت تعرف ارمام وحكاية الفنان التركي اللي توا قاعد راجع بقوة لما قاعدت اواصل الشيماعي وقت اللي يغني هو بنتو الناس الكلتا وتحب ترجع للتاريخ متاعو وتحب تفهم شنو اللي سارة خاطر هو معاشي نجم يغني كمقبل لكن بنتو عمت معاها جيو مزيان وحلو برشة احنا ل خنية نعرفوها على خاطر غنة هنا وقل الكفوري انجم يقول وهي بيدها معنا شريها من عندو بالغرام مش تسمعوها توت شويت ارمام هاكا في تورينج مزيان بنيتهم تلقاها معنا على دي وينفم